اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هلا السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار دكتور أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس طلع خلال الاجتماع على تطورات العمل بعد دم الملفات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومن بينها أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي القادم 2024-2025 ومتابعت ما تم تنفيذه في خطة العام المالي الحالي 2023-2024 وأهم القطاعات ذات الصلة بتنفيذ الخطة والتي تعطي الأولوية بشكل أساسي لتنمية المورد البشري من خلال التركيز بصفة خاصة على قطاعي الصحة والتعليم حيث وجه سيادته بمواصلة الجهود الرامية للتوسع في الاستثمار في الموارد البشرية المصرية والعمل على استكشاف واستغلال كافة الفرص التنموية المتاحة وتوجيه الاستثمارات بما يحقق أعلى العوائد للمواطنين